زار الرئيس السلوفيني مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق وطلع خلال جولة له على أوضاع اللاجئين السوريين والخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة لهم وقدم مدير المخيم العقيد نورزهاكوز ومجموعة من ممثل المنظمات الدولية العاملة في المخيم قدموا إجازة للرئيس حول أوضاع المخيم الذي يضم 80 ألف لاجئ الرئيس السلوفيني وخلال جولته في المخيم تفقد مكتب المفوضية السامية للشؤون اللاجئين وعددا من المراكز الصحية ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدم خدمتها للاجئين